من منطقة سيدكان على الحدود العراقية الإيرانية ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد الحمداني أهلا بك معنا أحمد لك أن تطلعنا على التطورات الميدانية وإن كانت هناك أي معلومات حول النازحين إلى أين اتجهوا إذا قدمت إليهم حتى الآن أي مساعدات أممية تفضل تهاني طبعا في البداية كان هناك قصف قبل قليل على بلدة سيدكان الحدودية مع إيران والقصف بالمدفعية مدفعية الحرس الثوري الإيراني كانت هناك فيديوهات متداولة لناشطين من تلك المناطق تظهر أن القصف كان بالقرب من منازل المواطنين السكان لهذه المنطقة وهي مناطق على سفوح جبال سيدكان هذه الناحية الكبيرة جدا والتي تضم عشرات قمم الجبال في هذه المنطقة الحدودية وأن بالمقابل أن حصيلة هجمات أمس للحرس الثوري الإيراني بالمدفعية والمسايرات المفخخة والصواريخ بعيدة المدى ارتفعت إلى 18 قتيل و 62 جريح بحسب إحصاءات إقليم كردستان بالتالي فإن الحصيلة ارتفعت وربما تكون غير نهائية كون أن هناك أعداد ليست بالقليلة في المستشفيات يقدم لهم العلاجات وهناك حالات حرجة من بينهم نساء وأطفال في مستشفيات كويا شرق العاصمة أربيل وأيضا في مستشفى طوارع غربيل وبالتالي فإن تداعيات قصف أمس لا تزال مستمرة في المستشفيات والجرحة الذين يتلقون العلاج الحصيلة الأخيرة أحمد لك أن تكرر حول هذه الحصيلة سواء من قتلى أو جرحة حتى الآن تهاني 18 قتيل و 62 جريح هذه الحصيلة الأخيرة التي وردتنا من صحة إقليم كردستان وهذه طبعا يتوقع أنها تكون غير نهائية نعم طيب يوم أمس شهدنا أيضا القصف الإيراني طال عدد من المدارس الابتدائية حال هذه المدارس هل هناك استمرار للعملية التعليمية أم علقت نتيجة هذه الهجمات الإيرانية طبعا ما تزال المدارس علق الدوام فيها بسبب مخاوف معاولة قصف إيران لهذه المناطق القريبة من المدارس وكما شهدنا وتابعنا أمس حالات الذعر بين صفوف طلبة المدارس وطبعا هناك كان من اختبى بين الصخور تفاديا لوقوع عصابات لشضايا القصف الإيراني بالمدفعية والصواريخ والمسيارات المسيارة المفقخة وطبعا هذه المنطقة هي في المناطق القريبة من الشرق السليمانية وما يزال هناك تعليق للدوام في هذه المدارس بالإضافة إلى هذا وذاك فإن المناطق التي هي شرق أربيل وهي مناطق أيضا مدنية طالها القصف في مخيمات للاجئين الإيرانيين في تلك المنطقة أيضا هناك خسائر كبيرة وطبعا دمرت منازل بالكامل نعم أشكرك على كل هذه الإضاحات حتى اللحظة من منطقة سيدكان على الحدود العراقية الإيرانية مرسل الحداث أحمد الحمداني